اليوم أن تتحرك على الأقل أن تنشئ جهة لتوثيق تلقي البلاغات على الأموال المنهوبة الجهات المفروضة الآن تكون هناك معلومات جاهزة وبينة تقعد مع الضحايا تستقبل شكاوان تعرف ماذا نهيب منهم مقدارها حجمها هذه نقطة أولى ونقطة مهمة جدا النقطة الثانية يجب أن تكون هناك قائمة سوداء بالمسؤولين عن هذه الانتهاكات عن تتبع دقيق للشركات التي تعمل والتي أنشئت سواء مصادرها مع من تتعامل من أجل يجد نوع من الحصار عليها إلى غير ذلك العمل الكبير اليوم على الحكومة الشرعية أكثر من غيرها لأننا الآن في بيئة أو في وضع لا يوجد في قضاء إذا جاز التعبير مستقل وغير متفرغ والخصوم اليوم يتحصنون بقوة السلاح ويتحصنون بجماعة تمتلك الأرض والمال والسلاح إلى غير ذلك لكن هناك أمور لابد منها على الأقل إذا ذهب الناس إلى أي حلول سياسية يكون هذا الملف جاهز يكون على الأقل من أولوية المخرجات أي حل سياسي إنصاف هؤلاء استعادة أموالهم استعادة حقوقهم إلى غير ذلك هذه الأمر يجب أن لا يستهم فيه هناك اليوم صدمة نفسية أو حقيقية اليوم هناك هذه العملية أنشأة طبقة ثرية جدا اليوم ثرية جدا على مستوى اليمن على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارج هذه الطبقة أيضا يجب أن تحرف من أين مصادرها إلى غير ذلك اليوم هناك تحدي كبير كبير جدا أو إضافة إلى إنشاء أيضا قضاء أو دائرة قضائية مستقل لنا باعتقادي للنظر في مثل هذه القضايا كنظرة مستقبلية أمام الفتح الأمل